علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهديه وصار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم أود أن نعرج على عبارة أشكلت علينا في الدرس الماضي وفي باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وذلك عند شرح الزرقاني لعبارة أربعين يوما أو شهرا أو سنة والعبارة التي أشكلت هي قوله وفيه استعمال لو في الوعي هذه واضحة ولا يدخل ذلك في النهي لأن محله أن يشعر أن يشعر بما يعاند المقدور قلنا هذا الحديث منصب على مسألة النهي عن استعمال لو ولا دخله بالعبارة هنا وإنما كأن سائلا سأله قد وردت آثار متعددة النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن استعمال كالمتلو فإن لو تفتح عمل الشيطان وهنا استعملها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك استعملها هنا قال ولا يدخل ذلك في النهي أي استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ في هذا الحديث لا يدخل في المنهيات التي وردت في الآثار الأخرى لماذا؟ لأن محله أي النهي متى ينهى عن استعمال لو عندما يشعر بما يعاند المقدور يعني في الأشياء التي قدرها الله سبحانه وتعالى وقعت في القدر فلا يستساغ من المسلم أن يقول لو فعلت كذلك لما حصل كذلك إلى آخره فإن هذا هو المنهي عنه في استعمال لو أما استعمال لو في المستقبلات فهذا لا بأس به وقد وردت في ذلك السنة وقد استعمل ذلك الصحابة رضي الله عنه فهنا إذن مسألة الناهي منصبة على استعمال لو كأن سائلا قال كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال لو وهنا قد استعملها قال لا النهي رأه خاص بما يعاند المقدور يعني لما يقع القدر يعني لو توفي لك أحد تقول والله لو ذهبت به إلى الطبيب الفلاني لما كان يحدث ذلك لو فعلت كذا ما كان يحدث ذلك إلى آخره هذا الذي ورد النهي عنه أما استعمالك في المستقبلات وفي الخطط الدنيوية وغيرها فهذا ليس ممنوعا وقد ورد استعماله كما ذكرنا في السنة والله أعلم نرجع إلى درسنا وحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم بن أنس مرفوعا وقال تفرد به سويد عن عاصم انتهى وسويد ضعيف عندهم أي عند المحدثين ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ويظهر أن ثمرة الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد وليس بين الإمام والمأمومين وإنما بين أمام الإمام نفسه فيما لو مر بين يدي الإمام أحد فعلى قول من يقول سترة الإمام سترة لمن خلفهم يضر صلاته وصلاتهم لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين لا مستثني وليس هذا منها فعلى قول من يقول سترة الإمام سترة لمن خلفه يضر صلاته وصلاتهم وعلى قول من يقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم انتهى وحديث بن عباس رواه البخاري عن شيخه إسماعيل وعبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك به ثم قال مالك أنه بلغه نحن الحديث نهره حديث نفسه مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة هذه مالك شير لمحلها من الأعرب عندكم شمالك أنتم ما عندكم بعد القوس عندكم أحد العشرة العشرة المبشرين بالجنة بطبيعة الحال معروفة كان يمر بين يدي أي قدام بعض الصفوف والصلاة قائمة فدل على جواز ذلك والعمل به قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا أي جائزا يعني العجاب الآن هو عمل صحابي كأنه يدلل على أن هذا العمل أي لا يضر مرور شيء أمام المصلي لا يؤثر على صلاته كأن هذا الأمر لم ينسخ لأنه عمل به الصحابة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا نعم أي جائزا ليس فيه مشكل إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف يعني الإمام مالك احتاط في مسألة الجواز إذا اضطر المر إلى ذلك فلا بأس أن يفعل ولا حرج عليه قال أبو عمر ابن عبد البر هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده عند الإمام لمن لم يجد من ذلك بدا وغيره غير الإمام لا يرى بذلك بأسا لحديث ابن عباس وللآثار الدالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وهو الظاهر يعني كان ابن الزرقان أيد ما ذهب إليه غير الإمام مالك اللي هو الجواز على إطلاقه لا يؤثر المرور مطلقا لا يؤثر على صلاة الذي مر بين يديه أبو عمر بن أذبر دائما هذه الكنية خاصة به حتى لو وجدتها في كتب المذاهب الأخرى مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصل وهذا البلاغ أرواه لأنه بلغه طبيعة الحال لأنه مالك ما أحضر علي بن أبي طالب ونعم وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا مجلو الشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تتلموا عن الحكم وما أن المسألة تتصر بالعبادات فإنها كما يقول علماء الحديث لها حكم الرفع أن هذه لا تقال بالاجتهاد نعم ملاغ الثاني نعم مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي رواه مالك موقوفا وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن سالم عن أبيه مرفوعا حين نسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف لكن اسناده ضعيف وجاء أيضا مرفوعا عن أبي سعيد عند أبي داود وآخر قلنا وجاء أيضا مرفوعا عن أبي سعيد عند أبي داود وعن أنس وأبي أمامة عند دار قطني عن جابر عند الطبق وعن جابر متكون وعن أنس وأبي أمامة عند من عند دار قطني وعن جابر عند الطبران في الأوسط مش عن جابر وعن جابر أمامة عند دار قطني وعن جابر هذه مسألة مهمة لأن هذه رواية أخرى وعن جابر عند الطبران في الأوسط وفي إسناد كل منهما ضعف وقال قوم هذا رأي جمهور الناس أن الصلاة لا يقطع ها شيء وقال قوم يقطعها ثلاثة أشياء المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر مرفوع إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يدي مثل أخرة الرحل يعني المؤخرة متاع الرحل نعم والراحل هذا الذي أحنا نسموه حوية تضع فوقه الجمل نعم يعني مقدار ذراع نعم وعند المالكية تفصيل في المسألة هو عبارة عن علو ذراع وغض رمح نعم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت يا أبا ذر ما بالو الكلب الأسود من الكلب الأحمر والكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال كلب الأسود شيطان وقضية الشيطان يعني ما معناها وكذلك مثلا لا نعلمها طالما هو الحديث صحيح يعني وهذا ورد في أكثر من موضع تخصيص قضية الكلب الأسود بأنه شيطان فلا نعلم يعني هذه العلة ولا تفسيرها وإنما نسلم بذلك للحديث الصحيح لكن ومع ذلك قلنا ورد ما ينسخ ذلك من حيث العمل ورد ما ينسخ فلا يعني بالنسبة للمرأة لا 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 تقطع الصلاة أو مرت واستدل بحديث عائشة وأكثر الأئمة على ذلك وبالنسبة للحمار قضية حديث بن عباس لما وضع أتانه ومرت بين يدي المصلين فلم تقطع صلاتهم والكلب الأسود ما لم يرد فيه شيء بالخصوص فهل هو وذكرناها في الدرس الماضي هل هي يشملها لما نسخ من معها هل هي منسوقة كذلك كما ورد في قضية لحوم الإبل لما وردت مع حديث ما مست النار قد ثبت أن آخر الأمرين قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضأ وحديث الإبل وارد مع نفس الحديث لكن ذلك انقسم في انقساما كبير أما الحديث الذي أمامنا فإن الذي أعلمه أن الإمام أحمد توقف في كلب الأسود أما الحمار والمرأة فقوله إن هما لا يقطعان صلاة المصد إذا مرها لكن قال وفي كلب الأسود ومن الكلب الأسود يعني في قلبي شيء ما أقدرش الزم هل هو يقطع أو هو ملحق بما بما يعتبر ناسخا فالذي قلت هذا الصحابي الذي سعى الذي سعى عن قضية ما بل كالأسود قال إنه سعى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه شيطان ولا أجب في ذلك فقد ورد سؤال آخر فيما تعلق بمساءة الصلاة في مبارك الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها شيطان واختلف الناس في ذلك يعني ما معنى شيطان بعضهم قال لا شيطان هذه عبارة يصف بها من هو على غير الطبيعة العادية وأول ذلك بأن الجمل قد يهيج وقد يهجم على صاحبه وقد أقل مراتبه أن يترك مكانه فيصبح المصلي بغير سترة لأقل درجات وبعضهم قالوا لا يعني هو شيطان ولكن لا نعلم هذه الشيطان تفسيرها فنسلم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخوض في التفاصيل التي لم يرد بشأنها تفصيل فقال الكلب الأسود شيطان رواه مسلم هذا الحديث بذر رواه مسلم وذلك الحديث صحيح وله أيضا أي لمسلم عن أبي هريرة مرفوعا تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والكلب عفوا ويقي ذلك أن يقوم مقام هذا القطع فلا يؤثر المرور أيش هو ليقي ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني إذا وضع المصلي أمامه مثل مؤخرة الرحل فإن صلاته لا تقطع ولا يؤثر فيها شيء إذا مر أمام هذه السترة ورواه الطبراني عن الحكم ابن عمر وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير تقييد بالأسود يا الكلب فقط مغاش الأسود نعم كما ورد لأن تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب فلم يقيد ها بالأسود ولأبي داود عن ابن عباس مثله لكن قيد المرأة بالحائض واختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة المضجعة وقالت ميمونة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض إذن حديث عائشة مطلق المرأة حائضة وغير حائض وقلنا بعض الحديث وردت دون تقييد بالحيض وحديث ميمونة وردت أنها في حالة حيض وهذا يراد به أن ما ذكر من المرأة الحيض أيضا منسوخ كذلك فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وثوبه يمس جسد ميمونة وهي بجنبه وهي حائض وتعقب بأن النسخ إنما يصار إليه أنا عندي إنما صار إليه في الماضي ما تركه وش في الماضي هذه النسخ بأن النسخ إنما يصار إليه أمت إذا علم التاريخ وتعذر الجمع نعم دائما هذه قاعدة عامة النسخ متى يصار إليه إذا علم التاريخ لأن باش نعرف المتقدم منه المتأخر حتى نعرف هذا نسخ هذا وإلا إذا كان يعني شيئان متناقضين ولا نعلم تاريخ هذا ولا ذاك فكيف نزم بأنه نسخه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى فلا يصار إلى النسخ لماذا لأن إعمال النصين أولى من إهمالهما وهي قاعدة علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بن قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر قال إذن ما فيش مشكل ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بنقص الخشوع لأن الخروج من الصلاة لأن التأويل القطع في حديث أبي ذر مقصود منها لا تأويل القطع المقصود بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ويؤيده أنه سأل عن حكمة التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان وبعد أن الشيطان هل يؤثر في الصلاة فيبطلها لا لأن ورد التحديد في أن الشيطان يأتي إلى الإنسان وهو يصلي فيمر بينه وبين صاحبه ويمر أمامه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعيد صلاتكم فكلمة الشيطان تذل على ذلك حكمة التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يقصد صلاته كما سبق كما سبق كما سبق حديثه إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضي التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه وفي الصحيح أن الشيطان عرض لي فشد علي وعرض لي معناها أتاه أمامه والقصة معروفة الصحيح حتى إن النبي خنقه وكان قادرا على أن يرمطه سرية المسجد حتى يلعب به أطفال الأنصار ولكن قال تذكرته قول أخي سليمان فإذا قضي التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه وفي الصحيح أن الشيطان عرض لي فشد علي الحديث وللنسائي فأخذته فصرعته ولا يرد أنه قال في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته قال ليقطع عليه صلاته يعني هو يقصد به التشويش عليه يقطع صلاته لأنه بيّن في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه أتى بشهاب من نار ليجعله في وجهه وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تصد به الصلاة وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من الحمار والمرأة شيء يعني إذن هو الزم من قلبة المسألة عندي يعني جزم بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة وإنما الذي في قلبه منه شيء هما الأمران الآخران هما الحمار والمرأة ووجهه بأنه لم يجد في كلب الأسود ما يعارضه هذا السبب للزم بأنه يقطع الصلاة أن المرأة والحمار فقد وجد ما يعارضهما قلنا بأنه لم يجد في كلب الأسود ما يعارضه ووجد في الحمار حديث بن عباس وفي المرأة حديث عائشة ونازع بعضهم في الاستدلال به من وجوه أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش وقد قالت أي سيدة عائشة الحديث وقد قالت البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاع علته وطالما قد كان أخذنا أن المسأة مسأة التشويش التشويش متى يكونه عندما ينظر المصلي في الذي أمامه مارا أو قائما أو قاعدا أو حتى نائما أحيانا ولما كانت عائشة تتحدث على أن البيوت يومئذ ليس بها مصابيح انتفت مسأة النظر فانتفى معها التشويش واضحة هذه نعم هذه العلة والمعلول وقد قالت البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاع علته لما ما فيش نظر ما فيش تشويش ثانيها أن المرأة في حديث أبي در مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجة فقد يحمل المطلق على المقيد يعني إذا أردنا أن نعمل هذا الحديث بين التقييد وبين الإطلاق أقول إن المرأة إذا كانت أجنبية من المصلي فإنها تؤثر في صلاته لأنها تشغله أجنبية عنه وأما إذا كانت زوجة أو محرمة فلا فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الفتنة بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة عنده ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال يعني كونها ما تأثرش في بطلان الصلاة حديثة عائشة واقعة حال شوال حال اللي واقعة هي عدة أمور يمكن أن يخرج بها منها هي قضية كونها هي ممتدة أمامه ولم تمر من أمامه هذه واحدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العول عليها بكثرة معصوم قضية الفتنة قضية خشية ذهاب الخشوع إلى آخره قالوا بالنسبة لمسألة عائشة لا يمكن أن تعمى ما على بقية النساء واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال وبعد أن يتطرق إليها الاحتمال لا يصح به الاستدلال بخلاف حديث أبي ذر الذي قلناه عند مسلم فإنه مسوق مساقة تشريعي وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان لأنه كان يقدر من ملك أربيه على ما لا يقدر عليه غيره طبعا يتحكم في شهوته ولذلك سيدة عائشة لما سؤلت عن القبلة في الصيام بيّنت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكن قالت لهم من منكم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في ملك أربيه نعم وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصحيح الصريح بالمحتميل هذا رأي لبعض الحنابلة قالوا حديث أبي ذر من حيث الصحة رواه مسلم واضح ومن حيث الصراحة واضح ما فيش احتمال قضية قال يبت الصلاة كذا ويقطع الصلاة كذا وكذا وكذا هذا إذن صحيح صريح بينما وجدت أحاديث أخرى تعارضه والتي استدل بها من لا يقوله بحديث أبي ذر قال هذه إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة أحد الأمرين وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصحيح الصريح الصحيح الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه والفرق بين المار وليس المكوس باب سترة المصلي في السفر وبالسند المتصل عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى وبه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة قال الإمام الزرقاني باب سترة المصلي في السفر مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى أي خيفة أن يمر بين يديه أحد ويحتمل أنه استحسان يعني مجرد استحسن هذا الأمر لا أكثر ولا أقل مش تنفيذا لما ورد في السنة بالعمل بذلك وفي الصحيحين من رواية عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها يجعلها بالعرض فيصلي إليها قلت أفرأيت إذا إذا هبت الركاب يعني مشت تحركت قال كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته يعني إذا كان الراحلة موجودة فبها وإذا لم يجد الراحلة لأي حاجة من الأحداث فإنه يستعمل بدلها مؤخرة مؤخرة الرحل حيما يضع على الناقة وكان ابن عمر فيصلي إلى آخرته أو قال في مؤخره نتيجة واحدة آخرة الرحل هي نهايته نعم من الوراء ومؤخرته هي هي وكان ابن عمر يفعله ويعرض بشد ويعرض إذن بشد الراحل يجعله عرضا ويعدله بفتح الياء وسكون العين أو يعديله إذن بفتح الياء وسكون العين وكسر الدار يقيمه بعد من كان مستلقي على الأرض يقفه يقيمه تلقاء وجهه وأخرته وآخرته ومؤخرته كلها بمعنوها لكن هنا قال وآخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد والراحلة والراحلة ما معنها قال الجوهري صاحب الصحة قال الجوهري الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل هذا تعريف الراحلة وفي النسخة السقيم اللي عندي بدلنا الناقة النافلة هتنتهم لا هتنفعش قال الجوهري الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل وقال الأزهري الراحلة المركب النجيب الفخم يعني ذكرا كان أو أنثى والهاء للمبالغة قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز السطر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستطرين بها إذن هو طرم للراحلة يمكن أن يصلى إليها ولا شك أن الراحلة تطلق على الإبل وقد ورد الحديث في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل واختلف في قضية معاطن هماهير بعض منهم قالوا مبيتها وبعض العلماء قالوا هو مكان شربها واختلفوا في هذه العلة لماذا يكره الصلاة إلى الإبل بعضهم كما ذكرنا وقد وردت في الحديث بأن الجامل أو الإبل يعني شياطين ولن أعرف كنها ذلك ولا كيف يكون ذلك ثاني حاجة أنها قد تهجموه على الإنسان وهذه مسألة يعني مؤثرة في الصلاة والتشويش على المصلي وكذلك العلة الأخرى أنهم كانوا يتخلون عندها يعني يبولون ويتغوطون مستترين للإبل لأنها في الصحراء فكانوا يستخدمونها كساتر وبالتالي النهي عن اتخاذها قبلة أمام المصلي ابتعادا عن مسألة الغائط والبول وما إلى ذلك زيادة على أن بعضهم ذهب إلى أن سبب المنع أو الكراهة على أقل تقدير هو لنتونتها أي الرائحة التي تنبعث منها فإن الرائحة النتنة تشوش على المصلي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وقال غيره علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين وقد ذكرنا ذلك فتحمل صلاته إليها في السفر يعني هو طالما هي شياطين ومن هي عنها إلى آخره فلماذا صلى إليها في السفر قال فتحمل صلاته إليها في السفر على حالة الضرورة والضرورة تبيح المحظورة مالك عن هشام بن عروة أن أباه أباه من هو أباه عروة ابن زبير نعم أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة هذا مذهب المالكية إذا أمن المرور أمام المصلي فلا بأس أن لا يتخذ سترة كالصحراء كما ذكرنا لأنها ليست نظنة المرور أمامك أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة لأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه وفي الصحيح عن أبي جحيفة خرج علينا رسول الله صلى الله وآله بالهاجرة فأتي بوضوء بوضوء أي ماء فتوضأ به وصلى لنا الظهر والعصر وبين يديه عنازة والمرأة والحمار يمرون من ورائها ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان معه آدة العنزة حربة أمودي أخذوا منها غلظة الرمح نعم فكان يجعلها أمامه قفة فتجعل سترة له ولا يهمه بعد ذلك من يمر أمامها باب مسح الحصباء في الصلاة وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ والرواية بالهمز قارئ أنه قال رأيت عبدالله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسح الحصباء مسحة واحدة أي مرة واحدة وتركها خير من حمر النعام يعني الأفضل تركها دون أن يمسحها قال الإمام الزرقاني باب مسح الحصباء في الصلاة والدليل على أنه لا يمتد الصلاة لأنه عمل خفيف نعم قليل مالك عن أبي جعفر القارئ بالهمزي المدني المخزومي مولاهم اسمه يزيد بن القاقاع وقيل جند بن فيروز وقيل فيروز فقط يعني اسمه ثقة مات سنة سبع وعشرين ومئة وقيل سنة ثلاثين أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا أي ليزيل شغله عن الصلاة بما يتأذى به يعني كان إذا لم يمسح فإن هذا سيؤثر في جبهته فيؤثر بالتالي في خشوعه بما يتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب وإن كان الاختيار وإن كان الاختيار تركه أي عدم فعله للتواضع وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة وهذا مشكل كان يتفق العلماء على كراهة مسح الحصباء فكيف يفعله الصحابة وهم كانوا أحرص الناس على ترك المكروهات وليس المحرمات وفيه نظر لحكاية الخطاب عن مالك خطاب شارح صنع بداود نعم لحكاية الخطاب عن مالك أنه لم ير به بأسا الإمام مالك وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر كذا في الفتح والأولى إن صح ذلك عن مالك أنه كان يفعله مرة واحدة مسح خفيف كفعل ابن عمر والدليل على ذلك أنه رواهد الأثر في موطائه وترجي أنه لم يبلغه الخبر بعيد جدا وقال لعل هذه الترجي نعم فما في هذه الصيغة يعني التي ذكرها ابن حجر على أن مالك ربما يكون لم يبلغه الحديث لعله لم يبلغه الحديث قال هذه ما تنفعش بعيد جدا وكأب أيواه قلنا وترجي أنه لم يبلغه الخبر بعيد جدا أو ممنوع مع ذكره حديث أبي ذر وإن كان موقوفا بقوله مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم إذن هو رويح حديث بذر هنا فكيف نقول أنه لم يبلغه الخبر عن قضية النهي بل بلغه الخبر وأثبته في موطائه لكنه لم يرى بأسا في المسح الخفيف وهذا هو مشهور المذهب أنه يجوز مسح الحصباء مسحا خفيفا بحيث لا يؤثر في جبهته مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء أي تسوية الموضع الذي يسجد عليه إنما يجوز مسحة واحدة في الصلاة وتركها أي والإقبال على الصلاة وعدم مسح الحصباء وتركها أي والإقبال على الصلاة خير من حمر النعم بتسكين الميم حمر لا غير هي الحمر من الإبل هي الحمر من الإبل الحمر من الإبل لونها أحمر يعني من الإبل وهذه عندهم أحسن أنواع الإبل نعم ولذلك دائما يضرب المثل بها خير لك من حمر النعم نعم وهي أحسن ألوانها نعم وهي أحسن ألوان الإبل أي أعظم أجرا مما لو كانت له ما معنى خير له من حمر النعم معنى لو كانت له كثير من الإبل فتصدق بها لكان ترك مسح الحصباء خيرا من هذا الفعل هذه وجهة نظر مما لو كانت له أي هذه الحمر فتصدق بها أو حمل عليها في سبيل الله قال سحنون ومن قبله الأوزاعي وقيل معناه أن الثواب الذي يناله بترك الحصباء يجب أن يكون أشد سرورا منه بحمر النعم لو كانت له ملكا دائما له ملكا دائما مقتنى وهذا ورد مرفوعا أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن والترمذي عنه والنسائي وابن ماجه من طريق سفيانة عن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو مرفوع قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء وروا عبد الرزاق عن الثورية عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصباء قال واحدة أو دع وأخرج أحمد عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصباء فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير من مئة ناقة كلها سود الحدق وقال هذا وصف للنوق نعم المفضل عندهم وقال ابن جريج قلت لعطاء كانوا يشددون في المسح الحصباء لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب قال أجل قال الحافظ الزين العراقي وتقييد المسح بالحصباء غالبي لكونه كان فراش مساجدهم المسألة ليست مسألة خاصة بالحصباء بل كل ما تأذى منه الإنسان في سجوده وإنما يعني هذه وصف لواقع كان عندهم لأن المساجد كانت محصبة ما عندهم حصر ولا أشبه ذلك وإنما هو الحصباء قال أجل قال الحافظ الزين العراقي وتقييد المسح بالحصباء غالبي لكونه كان فراش مساجدهم وأيضا هو مفهوم لقب فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره ومن كل ما يصلى عليه من نحو رمل وتراب وطين وقدم التعليل في قوله فإن الرحمة تواجهه زيادة في تأكيد النهي وتنبيها على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة وإعلاما للمصلي بعظم ما يواجهه فيها أي الصلاة فكأنه يقول لا ينبغي لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة انتهى والمراد بقوله إذا قام مراد به أي الدخول في الصلاة فلا ينهى عن المسحي قبل الدخول طبعا القضية كلها تتحدث عن بعد إحرامك في الصلاة أما قبل ذلك لا بأس أن تسوي مكانك بكل طرق التسوية قبل الدخول فيها بل الأولى أن يفعل ذلك أي قبل أن يدخل الصلاة حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة وقد روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة أي في الصلاة وفي رواية الترمذي فمرة واحدة والنتجة واحدة باب ما جاء في تسوية الصفوف وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه يعني كان يوكل قوما فيذهبون إلى آخر الصف لتسويته فأخبروه أن قد استوت كبّر وبه قال حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع أثمان ابن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي يعني يجعل لي راتب من بيت المال ولذلك يعني أنظر الصحابة أنا فص الصلاة ويحدثه عن أن يجعل له راتبا أو عطاء من بيت المال فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه هذه مناسبة تيراد بين الأمرين بين تنسية الصفوف وإزالة الحصباء فيتجعله بعدها فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه أي قبل أن يدخل الصلاة حتى جاءه رجال كان قد وكلهم وفي رواية وكلهم قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال استوي في الصف ثم كبر وفي رواية ثم كبر ثم كبر ترجع إلى عمر بن الخطاب بعد ما قال ذلك كبر للصلاة أي دخل فيها وقوله كبر أمر لمن كان يطلب العطاء بأن يستوي في الصف يعني يؤخر لأنه كان متقدما يحدث الإمام في محرابه والمحراب مش بالضرح لي يقول يعني شيء بارز أو شيء داخل الحائط وكذا لكن كل ما اتجه إليه الإمام فهو محراب والأصل في المحراب كما تعلمون في وسط البنية ثم كبر نعم وقد وردت في ذلك حديث كثير لكن لكن النعن لازم يكون طهر خصوصا في المسجد مش تقول نصف معناها آذاء ثم تقول والله وردت آثار بأنه نعم وثم بعد ذلك يجلز بتاتا أن يصلى بالنعني في مسجد مثل هذا أفروش بفراش يعني فاخر هذا لا يصح بتاتا لكن في حالة ما يكون حصبة أو خارج المسجد البلاط وما شابه لا بأس بذلك إن كنت متأكدا من طهارته نعم وقضية المسألة هذه تجرنا إلى قضية الصلاة في النعلي في الجنازة فإنها جائزة ولكن عند فقهائنا عند من يقول إن إزالة النجاسة واجبة وأنها تؤثر في بطلان الصلاة عندهم إذا صلى بنعليه صلاة جنازة فإنها صحيحة شريطة لا يتحرك لأنه إن حرك رجليه فإنه يكون حاملا للنجاسة وبالتالي فهذا يؤثر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بني بالله